من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجاء ابو عمر ابن الخطاب فانفق نصف ماله نصف ماله انفقها لله جل في علاه ويقول انا اليوم اسبق ابو بكر الصديق وجاء ابو بكر وانفق ماله كله واشتركت يا عمر لاهلك قال تركت لهم مثله وانت يا ابو بكر ماذا تركت قال تركت لهم الله ورسوله انفقت كل مالي ويأتي الصحابة من كل حدب وصوب عثمان بن عفان كان مجهز قافلة تجارية بتروح للشام فيها مئة بعير فلما سمع النبي يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة قال يا رسول الله هذه مئة بعير باحلاسها واقتابها يعني بكل ما تحتاجون انا حملتها ثم واقف النبي على المنبر ونزل على الدرجة الثانية قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة قال لكم مئة بعير اخرى